اتجاه مهم جداً إحنا كلنا متابعينه وأكيد خبراء محللين اقتصادين متابعينه بيطالبوا به من زمان والدكتور مصطفى مدبولي أكد عليه أكتر من مرة فكرة الاتجاه نحو ترشيد الانفاق الحكومي إن الحكومة ترشد في نفقاتها مع تأكيد دايماً على فكرة شراكة مع القطاع الخاص وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فكرة ترشيد الانفاق الحكومي ده إلى أي مدى ممكن يساعدني في اكتياز أي تحدي اقتصادي جاي سألنا كتير جداً خلال الأسبوعين اللي فاتوا ويمكن كان يعني إحنا ورانا عندنا أحداثة اقتصادية متلاحقة ويمكن الإعلام كتير يتكلم معنا فيما يتعلق ببعض محات ما بعد صفقة ترسل حكومي أولاً إحنا أكدنا على الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي يعني ليس وده يمكن حتى الدولة طلعت أكدت عليه كمان فإحنا كناس محللين بنشوف الوضع فالدولة أكدتها أزر الكلام ده واحد اتنين والمهم جداً إنه الاستمرار في السياسة الجديد النقدي حتى يتم الحفاظ التام على مستويات التسيير الاتصادي بشكل ما يحصلش فيه اتزاد السياسة النقديية تاني تلاتة والمهم جداً وده شيء يعني لازم نتفق عليه أنه فوائد أو التدفقات الدولارية لابد أن توجه باتزان إلى مشروعات تعزز القدرات الانتاجية الزراعية والصناعية بجانب المشروعات الخاصة بالتنمية العربية السياحية حتى نستطيع أن نخلق قواعد الاقتصاد حقيقي جديد يواجه هذه الأزمات وهذا ما تنتهجه الدولة في عشر سنوات سابقة أنه يصر على علاج المرض وليس الوقوف عند علاج العرب رقم أربعة والمهم جداً دائماً بنونادي بتوسع الاستثمارات العامة للدولة في المشروعات الانتاجية والصناعية الحقيقية ومحاولة إيجاد آلية لإنه إحنا انتهينا من المشروعات البنية التحتية ومشروعات القومية البنية التحتية لمشروعات العائد بتاعها بيجي على مدى طويل وبالتالي نتاهج إلى مشروعات بتاعها بيجي على مدى القصير والمتوسط وبالتالي خلق هذه المعادلة مش هيدخلنا فيه دوائر العجز في الاحتياج للمنظومة أو العملة الدولارية الأمر المهم جداً بالعكس ده ممكن يدخل لنا يدخل لنا عملة الدولارية الأمر المهم جداً اتفقنا أنه لازم يتم التحرك بأسليب وأفكار وأطروحات ومبادرات حديثة فيما يتعلق بملف السياحة المهم جداً اللي بنعول عليها في الشكل الأجل القصير إلى زيادة الحصيلة الدولارية داخل جميلة مصر العربية الحاجة السابعة والمهم جداً اللي هي كفاءة الجهاز الإداري الحكومي في التعاطي مع الاستثمار الأجنبي الذي يدخل إلى جميلة مصر العربية هنتكلم ده بوضوح مع الناس نقول إيه عندنا مدينة رأس الحكم الجديد هيكون السيادة المصرية للدولة فيها موظف التأمينات وموظف الدرائب وموظف الجوازات وموظف الشهر العقاري الألية دي عاية تشتغل الدولي برضو وعاية تشتغل بكفاءة علشان خاطر تقدر تعمل مع المنظومة الاستثمارية الدولية عملية تجانس وتناغم مش هينفع نشتغل بسيستم في الجهات الإدارية الحكومية وكفاءة الجهاز الحكومي مع مثل هذه المشروعات اللي هتطلع موضم كبيرة دولية على أرض مصر هنا الموضوعات دي كلها الأخير فيها والمهم كمان هو عمليات التخطيط في سلاسل الإمداد المحلية يعني لما ليجي نفتح 10 مليون مطعم يبقى لازم عاملين حسابنا بزيادة زراعة محاصيل الخيار والطماطم والجرجير عشر فددين عشان ما يحصلش في سلاسل الإمداد أي فقاقيع تتماشي يبقى فيه ماتشنج موجود أو تناغم موجود فيه العملية التخطيط ما بين الإنتاج المحلي معادات الاكتفاء الزاتي معادات الأمن الغذائي معادات الأمن الدوائي واحتياجات الناس اللي موجودة على أرض مصر المعادلات دي المفترض في المرحلة الجاية هتدخل كلها علشان خطر تحقق أهداف رؤيتنا فيه إنك تكون اقتصاد فاعل واقتصاد مؤثر واحد من أحسن اقتصادات في عام 2020 من أحسن عشر اقتصادات وفق لرؤية عشرين ثلاثين تحطيتها وده كله بقى يحصل فيه والسؤال اللي المشاهد بيسمعنا وعايز يتطمن عليه إن كل نتائج هذا الاقتصاد تنعكس على حياة المواطن وعلى معيشة المواطن وعلى التعليم والصحة هم الأهم بندين بيعاني دايما منهم المواطن في الأسواق الناشئة ودول العالم الثالث يعني فيه هناك مقولة شهيرة جدا اقتصادية بتقول إذا لم تستطيع أن تزيد دخل أو رفع مستوى دخل المواطن ارفع عنه أعباء بيتفحى فيه موضوعات مهمة جدا وأساسية في حياته أنا بتصور بمجهة نظري إنه تزامن قبل كم أسبوع هناك قرارات للحمال الاجتماعية وهذه القرارات يعني كانت أجمل ما فيها أنها هناك تعليمات بمصداقية وبواجبة التنفيذ والنفاذ وأعتقد السيد وزير المالية استعد استعداد جيد جدا لذلك لما يأتي ذلك مع ضبط السياسة النقدية مع عجاز بستثمار أجلبي مباشر مع يعني دعوات لاستغلال هذه الحالة بشكل جيد بقى فيه نعكاس جيد وفيه مصادر عشان تقدر تغذي هذه القرارات في الحمال الاجتماعية آخر نقطة نقطة رقم عشرة إنه احنا في ملف المصريين بالخارج أنا شخصيا بشوف إنه ملف المصريين بالخارج الإخوة المسؤولين قطعوا شوط طويل جدا مشكورين عليه في مسألة ربط المصريين ببلاد المهجر وتعلم اللغة العربية ونعم نستطيع واستخدام الخبراء لكن ما زلنا نحتاج إلى مجموعة من المشروعات المشروعات لجذب مدخلات المصريين بالخارج وليس تحولات المصريين بالخارج هناك فارق ما بين مدخلات المصريين بالخارج وتحولات المصريين بالخارج المصريين بالخارج بيحتاجوا احتضان اقتصادي هذا الاحتضان لابد أن يكون وفق كفاءة ووفق مشروعات ذات طبيعة خاصة ومزايا خاصة يعني أنا لما أجيب عشرة مصريين بالخارج ده كترة سيضلع عشيف الخليج أقول لهم الأرض دي أعملوا عليها مصنع ومعاكم اعفى 40 سنة عشان انتم مصريين بالخارج فجاذب مدخلات المصريين بالخارج ده ملف المفروض نشتغل عليه بشكل أوسع لانه هيكون واحد من العناصر المهمة جدا لتغذية الحصيرة الدولارية المصرية تغذية مستدامة بإطار هذه المنظومة أقدر أقول قبل شهر رمضان احنا داخلين شهر رمضان المراضي بشكل فيه جزء مهم جدا من القرارات سواء على مستوى الحماية المجتمعية أو على مستوى السياسة النقدية أو على مستوى السياسة المالية التي نأمل أن يزداد العمل فيها لتحسين مناخ الاستثمار لجازم مزيدة من السؤال الأجنبية في المرحلة المقبلة وبالتالي يتحرك الشعب كله الشعب القطاع الخاص الحكومة في نسق متسق خلط قيادة السياسية تعمل على علاج الاقتصاد وهو علاج المرض الحقيقي وليس الاكتفاء بعلاج العرض كما قلنا نفعل في 30 عام سبق